موسيقى مزلنا بفضل الله من ربنا ونعمة وحوله وقوته ونسأل الله جد في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا ونجعل ذلك في موزين الحسنات وأن نعلمنا وأن ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا ونجعلنا ممن يتعلم لتعبد نشر ذلك بين الناس إخوة الكرام القول في العموم والخصوص في قاطع الأدلة يعلم أن الكلام العالم هو الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له رضي الله عنك من الله صلى الله عليه نبين إن شاء الله تعريف بعدها قال هذا هو المعقول من كون الكلام عاما يستغرق جميع دفعة الوحيد طبعا ولا ترى أن قولنا الرجال مستغرق لجميع ما يصلح له لأنه لا يستغرق الرجال دون غيرهم إذ كان لا يصلح لغيرهم وكذلك لفظة من في الاستفهام نحو قول القائل الغير من عندك هذه أيضا من أسماء المبهمة هي تعم كما سأتي لأنها تستغرق كل عاقل كل عاقل عنده ولا يتعرض لغير العقلاء ولا العقلاء ليسوا عنده لأنها لا تصلح في هذا المواضع له يعني ويريد يقول لكل ما يصلح له ويستغرق كل ما يصلح ما يصلح له وكذلك قولنا كل يستغرق كل جنس يدخلت عليه ولا تناول من لا يدخل عليه لأنه لا يصلح له وقد قال بعض أصحابنا العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا هذا فيه نظر وقيل ما استقل لفظه بنفسه واجتمل على المسميات جنسه تعريكم آخر الحمد لله لكل حال بيزاكم الله خير وقد يستعمل في شيئين وقد يستعمل في جميع الجنس أما الأول فقولك عممت سيدا وعمرا بالعطاء وأما الثاني فقولك عممت الناس بالعطاء وذا عرفنا حد العموم فنبين أولا إذ بات الصيغة لعموم في اللغة والشريعة ثم نذكر عقيم ذلك ما يكلوه من الفصول المذهبية والمسائل الخلافية إن شاء الله تعال يقول للعموم بصيغة تغتضي استعاب الجنس لغة وشرعا وهذا قول جميع أو جميهارة الفقهاء وكثير من المتكلمين المتكلمون هم الأشعار لتعلم ذلك وتسترى الأشعار ماذا يفعلون في هذا الباب لهم ما لهم من هذه الأبواب الغريبة والحسن أشعري لا يرى صيغة للعموم وهذه مشكلة كبيرة إنه ليس العموم صيغة موضوع فيها اللغة والألفاظ التي تريد الباب تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وهذه ما التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما أريد به هذا كلام صراحة صعب جدا وهذا المشكلة هنا مستخرج عنده بالحسن على مسألة ما يعني يعتقده في مسألة الكلام النفسي يعني هذه أيضا متعبة جدا لهم في مسألة الكلام النفسي فهو يرى بكلام النفسي تعلمون أن مسألة الكلام النفسي في هذا الباب يعني لا يجعل فيه فرق والأمر والنهي والحروف فهو متأثر بذلك عامة الكلام على العموم له مباحث أهم مباحث هذا العموم العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة ودفعة واحدة لإشاء عشان ما يكونش على سبيل بدلية لأن سبيل بدلية هذا المطلق ولأن النكر المذبتة ليست عامة لكنها مطلقة فيتصلح الجماعة ما كان له لكنها على الطريق البدلية عن طريق البدلية يقول ربك ولا يظلم ربك أحدا النكر في سياق النفسي تفيد العموم وكقوله تعالى في قوله فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين المشركين الألف والنهي المستغرقية كل مشرك يقع تحت هذا الباب أما إذا قلت أكرم الرجل الألف والنهي هنا عهدية يعني أكرم الرجل الذي تعهدنا على أن تكرمهم أما اللفظ الخاص هو اللفظ الذي دل على مسمى واحد نعم أنواع العموم هنا إنه أفض العموم الأفض الخاصة خلافة لكلام أبي الحسن الأشعري وهناك ألفاظ للعموم وهي كثيرة جدا من هذه الألفاظ عليه العموم ألفاظ معينا موضوع لإفادة العموم كل وجميع وأي وعامة وسائد وكافة وقاطبة كل هذه الكلمات كلها تدل على العموم شوفوا وكل شيء فعله في الزبر كل نعم فسجد الملائكة كلهم كلهم أجمعهم كلهم فهذه تدل على العموم وأيضا قاطبة تدل على العموم وأي نعم أينما كنتم يأتي بكم الله أينما كنتم تعم كل الأمكانة الأسماء المبهمة أسماء الاستفهام أيضا كلها تدل على العموم تقول من جاءك من تسطح للجميع من جاءك زيد عمل خالد بوسينة هند فتعم كل العقلاء وما تعم غير العقلاء وما تتعم الأسماء وأينها تعم كل الأمكانة والناكرة في سياق النفي أو في سياق النفي تفيد العموم النكلة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم ولا يظن ربك أحدا أنه عامة لأنها في سياق النفي نكلة في سياق النفي تفيد العموم قال الله تعالى فلا تدعو مع الله إلها فلا تدعو مع الله أحد أحد هنا أيضا عامة لأنها نكرة في سياق النهي ما جاءني من رجل أيضا نفس الأمر وإذا زدنا بمن التوكيدية هذه نصف العموم يعني النكرة المنفية إذا سبقها من يبعا إذن هذه اسمها نصف العموم تأكيد للنصف العموم كقول الله تعالى وما كان معه من إله وما كان معه من إله فهذا نصف العموم أن الله جاء على وحده لا شريك له وتقول أنك لا نصف العموم أيضا إن كانت اسمها إنها فيها للجنس وأتمنى ذلك ببنائها على الفتح كأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أما النكرة في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق للعموم تقول جاءني رجل جاءنا رجال هذه تفيد الإطلاق لا تفيد العموم والنكرة أيضا في سياق الشرط تفيد العموم النكرة في سياق الشرط هذه مهمة جدا في هذا الباب هذه هي تقول في العموم الخصوص من الأهمية المكان النكرة أيضا في سياق الشرط تفيد العموم النكرة في سياق الشرط تفيد العموم بعد ذلك النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم النكرة في سياق لو كانت اسمها أيضا اسمها لا النفع الجنس النكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق قال تعالى وَإِنْ أَحَدُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ وَإِنْ أَحَدٌ نَكِرَه يبقى أي أحد أي كان في السياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله فالنكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الاستفهام أيضا هل جاءك رجل هل جاءك رجل يبقى كل رجال ينزلون تحته هل جاءك رجل والاسم المحلى أيضا بالألف واللام يفيد العموم كل التعريف يفيد العموم التعريف بالإضافة سوى مفرد أو جمع يفيد العموم التعريف الألف واللام الاستغراقية تفيد العموم إن الإنسان يبقى كل إنسان نازل تحت هذا الباب وإن كان من جمع الكسر أيضا يفيد العموم القبائل الرجال الرجال قوامون على النساء الرجال كل الرجال جمع الكسر يفيد العموم وأيضا الألف واللام الداخلة على جمع المذكر السالم أيضا والمؤمنات السالم تفيد العمو إن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات يبقى المؤمنين والمؤمنات المؤمنون هنا الجمعة وذكر السالم هو على العمو وأيضا مؤمنات على العمو وأيضا اسم جمعة كالقوم أو كالتمر كالشجر هذا اسم جنس أما اسم الجمعة كالقوم والقوم ينتظرون على صلات النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دلاء واضحة جدا على مسألة العموم هذا كله على العموم أحبكم الله كل بلاد الشام فقر أسي كافة فخرا ببلاد الشام من ذلك كما قلت الألف واللام ليست للعهد الذي قال له الناس إن الناس قد جمع لكم فخشاهم فزيدهم إيمان هذا عام لكن العام يرد بالخصوص المضاف أيضا قالوا لئن أكله الذئب إذا كانت الألف واللام عهدية أو إذا كان القرائم تثبت العينية فإنها لا تفيد العموم لكن الألف واللام السورقية تفيد العموم المضاف بكل أنواع المفرد المضاف يعم المجموعة المضاف يعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وإن تعد نعمة نعمة المفرد لكنها مضاف فتعم وإن كان الجمع نعم أيضا الجمع المضاف يعم الجمع المضافع كل الأسماء المبهمة أسماء الموصولة كلها تعوم الأسماء الموصولة كلها أسماء المبهمة والأسماء المبهمة تعوم من وما وأي والذي كلها تعوم تفيد العموم ذلك الفعل في السياق النفي والنه يفيد العموم فهذه كلها من سياق العموم اختصارا لأنه ردا على الكلام الذي قاله أبو الحسن وأنا لا أرى للعموم السيغة والصحيح أن العموم له سير كثير جدا مما سردنا عليكم في هذا الباب وكثير يعني ها أصلا المسألة لو أخذنا الكتاب قرأنا بعض الآيات كلها يظهر فيها العموم ثم قاله وأقوها في الجدل قولهم إنه لو كان العموم السيغة موضوع لكان ذلك معلوما إما بالمبادئة أو بإقبال الوضعين لذلك لنا إما الممشافة أو بنقل عنه وإما بالتواتر قلنا المسألة الحق القرآن كله يعني فيه السيغة العموم القرآن كله ظاهر بما فيه من السيغة العموم قال أو بالأحد أن يكون طريق ذلك الشرع وليس خلافنا معكم في أن ذلك معلوم شرعا لأنكم تدعون العلم بالاستغرق من جهة اللغة قبل الشرع ومعلوم أن العلم في ذلك ليس من حيث البديهة وما شاهدنا الوضعين شافهونا بذلك ولو تواتر النقل عنهم باستغراق الفاظ العموم لعلمنا من ذلك كما علمتم وأخبار الأحد ليست من طريق للعلم هذا باطل وهذا كلام طبعا تعلمون بأنه كلام من كلام كلام من الأشعرة هذا الكلام كلام من الأشعرة باطل قال وأخبار الأحدث في طريق العلم فبانى أنه لا طريق العلم باستغراق ألفاظ العموم هذا خطأ مبين وقالوا أيضا هذه الألفاظ التي تدعو فيها استغراق تستعمل في الاستيعاب وفيما دونه على وجه واحد فإنها ترد والمراد منها البعض وترد والمراد منها الكل هذا ليس على إطلاقي نعم صحيح أنا قد نقول بأنه قد يراد العام يأتي ويراد به الخصوص أو عام يأتي به يراد به نوعية معينة ممتاز لدينا لا يدك تتواصل معه قال الله جل في علاء الذين قال له الناس إن الناس قد جمع لكم فخشاهم فزادهم إيمانا وهذا عام يراد به الخصوص حقا لأن قال لهم الناس واحد بس الذي تتكلم إن الناس قريش فقط الذين يهتمون بذلك نعم يقول فواجب التوقف كما نقول في الأسماء المشتركة من اللون والعين وغير ذلك بل هذه الألفاظ لا تستعمى في أكثر هذه مواضيع هذا خطأ مبين صراح خطأ مبين ويقول أغلق الناس عبابهم وفتح الناس حوانيتهم وافتقل الناس وجع الناس نعم وجمع السلطات التجار وغير ذلك والمراد من كل ذلك البعض دون البعض قلنا القرينة القرينة حاكمة إذ الأصل بالألفاظ العموم والقرينة هي الحاكمة لأننا نقول نعم العرب جاءت يعني جاءت بألفاظ العموم لا تريد العموم نعم تريد الخصوص والقرائن هي الحاكمة في هذا المال القرائن هي الحاكمة بزاكم الله خيرا أحسن الله عليك رفع الله مقام يقول وكان حقيقة في العموم لكان أكثر كلام الناس هذا لا يعني صراحة هذا لا ليس بلازم هذه الأمثال التي ذكرها يعني من كل العموم إنما هي من باب العموم الذي أريد به الخصوص والقرائن أثبت ذلك أستاذ أحمد نصر كيف أخبارك رب يرضى عنك الأستاذ الكريم الفاضل اللامع الرائع ردي الله عنك أستحمد افتقدتك كثيرا والله وسامحونا على التقصير معكم إن شاء الله بإذن الله يقويني ربي أراكم السبت بإذن الله أحسن الله عليكم كما قلنا كل هذه الألفاز كلها الأمثلة أتى بها كلها من باب العام الذي يرد به الخصوص والقرائن القرائن هنا محكمة في هذا الباب وهذا ليس ليس دليلا لهم على إنكار ألفاز العموم وقلت أن التأثر بالكلام النفسي الأشعارهم الذين فعلوا ذلك وهذا خطأ مبين صراحة نعم قالوا أيضا لو كان اللفظ العموم للاستعاب والاستغراخ لكان استستعمله نقضا ورجوعا ليس كذلك فإن قلتم لم لما يكون نقضا وقبيحا نقول لو لم يكن قوله قدربت كل من في البلد إلا بني تمين نقضا وقبيحا لكان قوله قدربت كل من في الدار لم أقضر كل من في الدار غير قبيح ولم نقضر وحين كان نقضا وقبيحا كان الأول نقضا وقبيحا وهذا أيضا كما قلت كله صفصة صراحة صفصة غير سرد وربما تعلقوا بالإسناء من وجه آخر فقالوا لو كان لفظ العم مستغرقا لجعل الإسناء منه مجرى أن يعدد الإنسان أشخاص الجنس ثم استسلم منه شخصا نحو أن يقول رأيت زيدا رأيت عمراء رأيت خالدا هكذا الواحد في الواحد إلى آخر ثم يقول إلا زيدا فإذا قبح هذا واجب أن يقبح الأول أنهما في المعنى واحد على زعمكم وهذا خطأ ليس صحيح ولما حسنا الاستثناء علمنا أن لفظ العموم غير مفيد للشموع تعلقوا بها وقالوا أيضا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكل الجنس لما حسنا أن يتفهم المتكلم المتكلم به لأن الاستفهام طلب الفهم وطلبوا فهم ما قد فهم بالخطاب عبث ومعلوم أن الإنسان إذا سمع رجلا يقول دربت كل من في الدار فإنه يحسن منه أن يقول دربتهم كلهم أجمعي وذلك شبه أيضا في لغة من وكلها شبه وهي لكن كما قلت المؤثر المؤثر الوحيد في هذا في الله هي عقيدتهم العقيدة التي التي تمنوها عقيدة الأشعر ومشكلة كبيرة جدا ضيعوا الأشعر أضاعة الفقه وأصول الفقه وكما قلت إن الحرفات العقيدية دائما لابد أن ترى منها إنحرفات إنحرفات فقهية أحمد سامح كما بارك رضي الله عنك أحسن الله لك أما حجة قائلين بسيغ العموم فكثيرة قال تعالى ونادى نوح ربه قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأخبر الله تعالى نوح أنه تعلق بعمل الله ولم يعاقب ذلك بنكير لذكر جوابه أنه ليس من أهلك شوفونا الآن إنه من أهلي الإضافة والإضافة عم إضافة عم ولا ننكر عليها الله تعالى أنه العموم فدل أن مقتل اللفظ العموم وأن له سيغة وأن له سيغة يتعلق بها في الحجة أيضا في الرؤية فإنه الرؤية أنه لما نازل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم الله واردون إنكم وما تعبدون المنتحد ليس مخلدا في النار وإن جاءت الأدلة على تخليده لكن صحيح الرائح أنه ليس مخلدا في النار الإسلام توحيده يمنع خلوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله تعالى بقي شفعة أشفع أرحم الرحمين فيقبط قفضة فيأخذ من النار كل ما قال لا إله إلا الله لما نازل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال عبد الله ابن الزبعري خصمت محمد رب الكعبة فجاء العسول الله فقال عبدت الملائكة وعبد المسيح فاندخلوا النار فنحن ندخل كما دخل فانزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنة أولئك عنهم وبعدون هذه دلاء وضح جدا على الأموم فإدلاء وضح جدا على أن العرب فهموا من ذلك الأموم ولأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا وفي قوله تعالى أول قد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فساجدوا إلا إبليس في قوله تعالى أول قد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فساجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين أخبر الله جل في علامة كان لإبليس أن يكون من الساجدين خصه من العموم وهذه دلالة واضحة جدا على أن العرب تفهم هذا اللب قال ثم قلنا للملائكة يعني كل الملائكة واستسنى منها إبليس وأننا ما يكن منهم لكن على الجملة في هذا الباب هذا أيضا من الأدلة يستدلون بها على أن العموم لفظا وهذا كما قلنا خلافة للأشعارة الذين يتبنون الكلام النفسي يرون أنه ليس للعموم لفظ التواقف فيه فكلها كما قلنا شبه واهية في هذا الباب وأدى أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما سمع من الملائكة قولهم إن مهلك أهل هذه القرية عقل منه العموم قال إن فيها لوطن إذن عقل منها العموم فهذه كما قلنا ألفاظ تدل على العموم وبيننا قبل ذلك الألفاظ التي الدل على العموم واللغة تقوي ذلك يبقى الرد عليهم فيما قالوا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم لكن الغربة كلها تتأتى في مسألة الأشعارة رأيتم انحرفات عقضية أثرت عليهم في المسائل الأصولية والتؤثر عليهم أيضا في مسائل الفقهية فالله مستعين أما العموم كما قلنا العموم من ألفاظ له ألفاظ خاصة به والعام الله تعالى خاطب الأهل العربية بهذا الخطاب الذي يدل أنهم يفهمون عن ربهم سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر